دعت منظمة العفو الدولية الولايات المتحدة إلى فرض حضر أسلحة على إسرائيل قبل خطب رئيس وزرائها بن يمين نتنياهو أمام الكونغرس حذرت المنظمة من تواطئ الولايات المتحدة في جرائم الحرب في غزة مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية حصلت على أدلة وافرة وذلك من خبراء في جميع أنحاء العالم على أن الأسلحة الأمريكية الصنعة تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في جرائم حرب وعمليات قتل غير مشروعة كما حذرت المنظمة من أن استمرار عمليات نقل الأسلحة سيجعل الولايات المتحدة متواطئة في انتهاكات القانون الدولي التي ترتكب بهذه الأسلحة